موسيقى وفاة الشاب الفلسطيني فضل الخالدي متأثرا بجراح أصيب بها بالقرب من حاجز عطارة شمال رمالة خلال مواجهة اندلعت غضبا لمقتل الطفل علي دوابشي في هجوم لمستوطنين في نابلوس يوم أمس موسيقى مسؤولون يمنيون يعلنون وصول خالد البحاح نائب الرئيس اليمني إلى عدن على متن طائرة سعودية برفقة عدد من الوزراء اليمنيين القادمين من الرياض موسيقى وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تعلن أن وحدات من قوات الجيش السوري أعادت سيطرتها على مدينة الحسكة بالكامل خلال عمليات مكثفة على جيوب للتنظيم الشرقية حي الزهور انتهت بسقوط عشارات القتل والمصابين في صفوفهم مقتل ثمانية مدنيين وإصابة سبعة آخرين في قصف للطائرات الحربية للتركية على مناطق في جبل قنديل في شمال العراق بحسب ما أفاد شهود عيان موسيقى قصف للقوات العراقية المتمركزة بمحيط قضاء الفلوجة على أحياء سكنية داخل المدينة بقصائف الهون والمدفعية يصفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين وفق ما ثكرته مصادر أمنية موسيقى السفارة السعودية في لندن تعلن في تغريدة على موقع تويتر أن أفرادا من أسرة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن نادن من بين ضحايا حادث تحطم طائرة خاصة كانت تحاول الهبوط في مطار بلاكبوش في محافظة هامشير جنوبية إنكلترا اشتركوا في القناة